أعتقد أن قرار السيد رئيس الجمهورية بتوجيهه خطاباً مباشراً للأمة من خلال اجتماع البرلمان بغرفته ينطوي على جملة من الدلالات الإيجابية أهمها توثيق السلة مباشرةً بين الشعب ومؤسسات دولته التي تعمل في تناغم تام لما فيه الصالح العام وفي واقع الأمر فإن الإنجازات التي تحققت في السنوات الأربعة الماضية تتحدث عن نفسها